الراديو تسعين تسعين هواها مصري عرب الرئيس عبدالفتاح السيسي باسمه وباسم شعب مصر حكومة وشعبا عن خالص العزاء والموساة لأسرة الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمدوا برحمته أكد الرئيس أن مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة وببالغ الحزن والأسنع مجلس الوزراء الفريق محمد العصار مؤكدا أن مصر فقدت واحدا من أبرز الكفاءات المهنية والقامات الخلقية نعى الأزهر الشريف أيضا والإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الفريق محمد سعيد العصار وتقدم مفتي الجمهورية بالتعازي في رحيل الفقيد ونعت الكنيسة القبطية الأفزوكسية برئاسة قدسة البابا تودرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية الفريق محمد العصار نعى مجلس النواب معدد من الوزراء الراحل الفريق محمد العصار وزارة الصحة وسكان أعلنت مبارح تسجيل 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 79 حالة وخروج 512 من المتعافين من مستشفى العزل والحجر الصحي بعد تمام الشفاء على فكرة دي أول مرة الإصابات الجديدة تنزل عن ألف من أربعين يوم متواصل وبكده وصل إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا في مصر 76 ألف إصابة و222 ومن ضمنهم 2138 حالة شفاء وخروج من المستشفى و3422 حالة وفاء كمان رئيس الحكومة أكد أنه يتم تعميم تجربة النظام المميكان في جميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية خلال الشهور الجاية لاستكمال تطبيق نظم التحول الرقمي اللي بيتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطن إلكترونيا وإدارة المرور هتقتصر بعد كده على الفحص فقط كمان رئيس مجلس الوزراء شدت في تصريحاته بعد الجولة التفاقدية لعملها مبارح لعدد من المشروعات على أن فيه توجيه للمحافظين بيتم تنفيذ وبالتنصيق مع وزراء التنمية المحلية والدخلية والإسكان بيتمثل في الإيقاف التام لمدة 6 شهور لكل أعمال بناء العمرات السكنية فقط والقرار ده لا يسري على المستشفات والمدارس وأكد أن فيه أحياء في محافظات القاهرة والجيزة مش هيتم السماح فيها بالبناء تاني خالص وزارة التموين والتجارة الدخلية أعلنت صرف 3 خدمات جديدة على موقع دعم مصر تيسيرا على أصحاب البطاقات التموينية والخدمات هي النقل من محافظة لمحافظة الفصل الاجتماعي إعادة إرسال الرقم السري وده بالإضافة لخدمات اللي كانت موجودة على الموقع من قبل كده زي استخراج بدل البدل الفاقد وبدل التالف للبطاقة التموينية نروح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي أنهت الاستعدادات الخاصة بإجراءات اختبارات القدرات بالنسبة للكليات اللي بتتطلب اختبار قدرات كشرط للالتحاق بها وحالياً الموقع الخاص بتحديد اختبارات القدرات للحاصلين على الثانويات العامة بقى جاهز ومن المقرر إطلاقه وإتاحته للطلاب للتسجيل قبل أيام من انتهاء امتحان الثانويات العامة دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر إعادة فتح مسجد الحسين للصلاة جزئياً في النص الغربي من المسجد والجزء ده بعيد تماماً عن الجزء الخاص بالمقام منعاً لتكرار الواقع اللي حصلت بعد كده في أحد الصلاوات لما الناس هجمت على المقام وحصل تزاحم والناس بقيت تحط إياها على المقام وتقبل المقام وده يعني لا وقته ولا توقيته أصلاً يعني فده حفاظاً على صحة وسلامة الجميع ودكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مشكوراً على هاتفتح جزء من المسجد للصلاة فقط نروح لوزارة التضامن الاجتماعي اللي بتواصل النهاردة صار في معاشات شهر سبعة للي معاشهم أكتر من ألف جنيه والحد ألفين جنيه وشركة الخطوط الجوية الفرنسية أعلنت مبارحاً استقناف رحلتها لمصر بعد إعادة فتح مطار القهرة الدولي من خلال رحلتين أسبوعياً مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية بالإضافة لضمان سلامة المسافرين